أهلاً أحبائنا مشاهدين رح أتكلم عن صفات المسيح هي صفات الله وهي عديدة وكثيرة جداً في الكتاب المقدس رح نشوف إيه اللي ممكن نغطيه في هذه الحلقة أول شيء أحب أتكلم عن صفة اللي معروفة الخالق الخالق هي تتكلم عن الله أنه هو الخالق في البدء خلق الله السماوات والأرض وعندما نتصفح الكتاب المقدس نكتشف أنه المسيح أيضاً هو الخالق والشيء العجيب حتى الاستخدام اللغوي في اللغة الأصلية يقول مثل اللغة العربي برشيت في البدء براء خلق من براء أو براء إلهيم هي صيغة الجمع لالله يعني اليود ميم في الآخر دائماً يعني هي الله بصيغة الجمع في البدء خلق مفرد صيغة الجمع الله السماوات والأرض فبتشوف لما بتصل للعهد الجديد أنه المسيح كان الخالق في هذا الموضوع خليني أبتد في العهد القديم مكتوب هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي في أشعية 44 الآية 24 في كلوس الإصحاح الأول مكتوب فإنه فيه أي في المسيح خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الكل به وله قد خلق الذي لاحظ الكلام الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل يعني كل الخليقة السماوات والأرض متماسكة بكلمة الرب يشيل يعني يده كل الدنيا بتطلخبط تصبح فوضى في أشعية 40 في العهد القديم مكتوب أم عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحص في العهد الجديد مكتوب كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس في يحنى الإصحاح الأول ولاحظ أنه مش مجرد كلام كيف ممكن نشوفها بشكل تطبيقي في مرة التلاميذ سألوا يسوع في يحنى إصحاح تسعة شخص مولود أعمى سألوه يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل ما دام نهار بيتكلم بصفة الله الخالق بعدين شو عمل نرجع على سفر التكوين أنه كيف الله جبل من تراب الأرض وكيف صنع وعمل آدم مكتوب تفل وصنع من التفل طينا وطلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام فإذا بتشوف أن هذا المولود خلق له عينين جديدة مش بس خلق عينين خلق جسد علي عازر في يحن الأصحاح 11 علي عازر مات وكان في القبر لمدة أربعة أيام والكتاب بقول قد أنتن يعني الأنسجة واللحم والدم وكله خلاص داب وانتهى وتحلل فالمسيح لما قال علي عازر هلما خارجا هي كانت عملية مش بس إحياء وإقامة ميت لكن كانت عملية خلق عملية خلق فخرج علي عازر من القبر وكان عنده جسد طبعا جديد لأنه المسيح أقامه من الأموات هذه أمثلة اللي بتعبر عن يسوع المسيح أنه فعلا هو القادر أن يخلق من أموات المسيح من أموات